موسيقى موسيقى النهاردة من أعمال تطوير ومشاريع بيؤكد عطاء الشعب المصري وقال كمان أن الدراما في شهر رمضان تناولت قضايا كثيرة جدا مرت علينا كلنا وجه الرئيس التحية والتقدير والاحترام لأسر الشهداء والمصابين اللي هما ما كانوش طبعا وصلين لناس كتير عن تضحياتهم طبعا تضحيات الشهداء والمصابين ولكن دراما رمضان سعدت في دا وإن اللي طلقى النار والرصاص والعبوات أن سفهم أبناء مصر من الجيش والشرطة طلقوا بالنيابة عن أو بدلا من شعب مصر الرئيس بيقول إحنا مش هننسى الفترة الصعبة دي دراما اتكلمت في أحداث كثيرة حصلت بعد ما تجاوزناها بشكل كبير وأيام صعبة ومرت علينا بفضل تضحيات شعب مصر كل أسرة قدمت طبعا شهيد وكل قطاعات الدولة قدمت تضحيات الجيش والشرطة للقضاء طبعا كمان والمساجد والكنيس كل دول قدموا تضحيات علشان طبعا مواجهة الإرهاب وده تم تسديده لمكافحة الإرهاب من أول يوليو 2024 يوليو لما قال إن فيه إرهاب محتمل وساعتها كان كتير من المصريين بيقولوا هو في حاجة إرهاب إيه إحنا شفنا حاجة لا الحقيقة إن الدولة كان لها رؤية وشايفة ومستشرقة المستقبل وشايفة إن فيه تحدي الرئيس بيقول إن كثير خلال الأزمة كنا بنهتز ونتألم وده كان طبيعي لأننا كلنا خايفين على بلدنا ولكن الحمد لله الأمور بتتحسن وإن شاء الله هيجي علينا وقت مش بعيد أوي نقول إن هذا الأمر تم تجاوزه تماما رئيس قال إن سد النهضة قال كل المصريين وقالوا هو شخصيا وقال لقوا لأن ده طبيعي لكن لازم تكونوا متأكدين إن مصار التفاوض محتاج صبر وتأني وقال إن الحفاظ على حقوق مصر المائية أمر مش ممكن حد هيتجاوزه ولكن ما تستعجلوش وتتصوروا إن الأمور بتمشي كده والتفاوض عملية شقة وصعبة وإحنا بنضغط وخلال الأيام اللي فاتت استقبلنا عدد من المبعوثين زي المبعوث الأمريكي للقرن الأفريقي ورئيس الكونغو في جهود لدفع عملية التفاوض علشان نوصل لحل هذه المسألة اللي بنعتبرها من المسائل الحساسة جدا والمهمة جدا والقلق طبعا مقدر ومشروع وأنا طبعا كرئيس جمهورية سعيد به لكن كمان لازم تكونوا متأكدين إن حقوقنا المائية لن يتم التفريط فيها الرئيس قال إن النهاردة هيتم رفع العلم على 34 مركب بسيط من 100 مركب كانت يعني الهيئة اشتغلت فيهم من أكتر من سنة أو سنة ونص الفكرة هنا إن المركب بتكلف حوالي 20 مليون جنيه يعني 100 مركب ب2 مليار جنيه المركب بيشتغل عليها حوالي من 8 ل 14 شخص ومجهزة تجهيز كامل إنها تشتغل في المياه الإقليمية والدولية وفيها مصنع تلج وتلاجة ومحط التحلية للمياه صغيرة علشان توفر مياه للمركب وعلشان كده الرئيس بيقول إن القطاع الخاص مدعو للمشاركة في هذه المشروعات وإنه يدعو القطاع الخاص علشان يكون موجود في شركة لإدارة هذا الأمر لتحسين وتطوير الصيد بتاعنا بأيدينا ويتحقق طبعا المواصفات المطلوبة مننا ودول طبعا نواة لإسطول الصيد وفي كل المشروعات القطاع الخاص مدعو طبعا للمشاركة في هذه المشروعات انتهت هذه التغطية كان هذا أهم ما جاء في كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي اليوم أثناء زيارته طبعا لهيئة قناة السويس ويفتتح عدد من مشروعات هيئة قناة السويس في محافظة الإسماعيلية بشكركوا مع طيب المتابعة وانتظرونا في كل جديد وإلى اللقاء